والمزيد حول افتاح المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم يستعرضها لنا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد تحياتي لكم ولكل متابعين في متابعة لانطلاق فعليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للكرآن الكريم هذه المسابقة التي تأتي في هذه الدورة وتنطلق من الرابع من فبراير وتستمر حتى ثامن من نفس الشهر وتحت مسمى الشيخ المقر مصطفى إسماعيل هذه المسابقة التي يشارك بها أكثر من مئة متصابق من حول العالم من أكثر من ثمانية وخمسين دولة حول العالم من بينها ثلاث وثلاثون دولة إفريقية نتحدث أيضا عن سبعة محاكمين يشاركون في هذه الدورة ولو تحدثنا أيضا عن الأفرع هناك ثمانية أفرع لهذه المسابقة في هذا العام مع استحداث عدد جديد من أفرع المسابقة من بينها الأسرة الكرآنية وأيضا المحفظ المثالي وعدد آخر من الأفرع من بينها الحفظ بالكراءات السبعة وأيضا الناشئة من حفظة الجزء العام وأيضا من ذوي الهمم من حفظة القرآن الكريم وأيضا لو تحدثنا عن ارتفاع الجوائز لهذا العام التي تقدر بمليوني جنيه هذه المسابقة التي تستمر خلال هذا الشهر حتى الثامن من فبراير وأيضا يشارك فيها عدد كبير من القرى وأيضا من المحكمين ومن المحفظين للكرآن الكريم من دول عربية وإفريقية وعلى مستوى العالم عودة ليكم مرة أخرى